من ضمن المناطق الحدودية والمعابر الرئيسة التي اتفق المجلس التنسيقي على تطويرها منفذ جديدة عرعر الذي يشكل المعبر الحدودية الرسمي الذي يربط بين السعودية والعراق يقع على بعد خمسين كيلو مترا شمال مدينة عرعر السعودية وخمسة عشر كيلو مترا عن بلدة النخيب العراقية يمثل مركز عرعر نقطة العبور الخامسة المفتوحة للعراق بعد تريبيل مع الأردن والوليد مع سوريا وزاخو مع تركيا إضافة إلى مرفأ أم قصر الذي يربط بغداد مع الخليج العربي أغلق المعبر عام تسعين أي عند احتلال الكويت وانحصر استخدامه خلال تلك السنوات الماضية في موسم الحج في أغسطس الماضي أعيد فتح المعبر بشكل نهائي أمام حركة المسافرين والتبادل التجاري إذ يتم التنسيق الأمني بين البلدين من أجل تأمين تسيير رحلات الحجاج وحماية رحلات المسافرين والتبادل التجاري عبر المنفذ إضافة إلى ذلك خصصت الحكومة العراقية أعدادا كبيرة من قوات الجيش العراقي وقوات حرس الحدود لحماية الطريق الصحراوية المؤدية إلى منفذ عرعر فضلا عن تخصيص أجهزة لكشف المتفجرات وتسيير طائرات عسكرية استطلاعية إلى إعادة فتح المعبر إلى أن إعادة فتح المعبر خففت من معاناة المسافرين بين البلدين الذين كانوا يضطرون إلى السفر عبر الأردن أو الكويت أو تركيا كما سهل حركة التبادل التجاري حيث كان التجاري يلجأون إلى منافذ بديلة في دول الجوار وانحصر ما يقرب من 82% من الصادرات خلال عامي 2015 و2016 على تلك المنافذ لعدم وجود معابر مباشرة بين الرياض وبغداد